بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بك عزيزي الطالب مع مقرر وسائل وتقنية التعليم والوحدة الرابعة الوسائل التعليمية ومصادر التعلم ونبدأ بالأهداف بين هذه المحاضرة يجب على الطالب أن يكون قادر على أن 1. يعرف مصادر التعلم 2. يوضح أنواع مصادر التعلم الرئيسة 3. يعرف الوسائل التعليمية 4. يفرق بين الوسائل التعليمية والوسائل التعليمية كمسة يفرق بين كل من المادة العلمية والمادة التعلمية ستة يناقش همية الوسائل التعلمية في عملتي التعليم والتعلم ونبدأ بالوسائل التعلمية ومصادر التعلم مصادر التعلم ما هي مصادر التعلم؟ هي جميع الأنظمة والقنوات الموارد البشرية وغير البشرية التي تتفاعل معها المتعلم وتؤثر فيه داخل موقف الاتصال التعلمي بهدف بهدف إكساب خبرات تعلمية جديدة في المجالات المعروفة وهي المعرفية والمهرية والوجانية مصادر التعلم الأربعة تتعدد مصادر التعلم في المجال التعليمي ولا تبسيط درستها يمكن تصنيفها لأربع ناصر رئيسة يمكن توضحها في الشكل التالي مصادر التعلم الأربعة أولا وسائل تعليمية وهو المصدر الأول المصدر الثاني مصادر مكانية المصدر الثالث أنشطة صفية وغير صفية أما المصدر الرابع الأخير وهي مصادر البشرية الوسائل التعليمية تعد الوسائل التعليمية من أهم مصادر التعلم وتوظيفها في عملية التعليم والتعلم والتدريس والتدريب أهمية كبرى لذا سوف نوضح العناصر غير البشرية المتفاعلة والمكونة الوسائل التعليمية في الشكل التالي أولا لابد من وجود مادة تعليمية ثانيا لابد من وجود فنيات العرض ثالثا لابد من وجود جهاز العرض التعليمي وكل هذه العناصر تتفاعل مع بعض البعض داخل البيئة المادية الفيزيائية هناك فرق بين الوسائل التعليمية والوساط التعليمية ولكن هذا الفرق بسيط كثير ما يفرق البعض بين وسائل التعليمية والوساط التعليمية والواقع أنهما شيء واحد والفرق بينهما بسيط للغاية يتمثل في الآتي مصطلح الوسائل يفضل ذكر عند الحديث عن وسائل التعليمية المحتادة والتقليدية مثل جهاز العرض فوق الرأس أو الصبورة الضوئية أما مصطلح الوسائط المتعددة بفضل الزكرة عند الحديث عن برمجية التعليمية الحديثة متعددة الوسائط المتفاعلة مثل برنامج تعليمي معدد بالصوت والصورة على الحاسب الآلي أيضا هناك فرق بين المادة العلمية والمادة التعليمية أولا المادة العلمية يطلق عليه بالمحتوى ويقصد به مجموعة المعلومات النوعية أما ارتبط بمجال الدراسة معين ويرد اكسابها المتعلمين خلال عملية التعليم عبر أي مصدر المصادر التعلم الرئيسة ومن خلال طرائق وساليب تدرسه معينة مثل القدس عاصمة دولة فلسطين فهذا يعتبر مادة علمية أما المادة التعليمية وهي المادة العلمية مخزنة على وسيط مادة مناسب مثال الكتب المدرسية الأقراص التعليمية الفلاش موموري وغير ذلك مفهوم الوسائل التعليمية ينقل تعرف الوسائل التعليمية على أنها أدوات أدوات لترميز الرسالة وحملها ونقلها والتي يمكن استخدامها من قبل المعلم أو المتعلم أو الوسنين معا داخل مواقف وبئات الاتصال التعليمية أو خارجها من أجل توفير الخبرات المباشرة والبديلة لإحداث التعلم المنشود ويمكن توضيح مفهوم الوسائل التعليمية وفقا للشكل التالي لا بد من وجود أدوات لترميز الرسالة 2. أدوات لنقل الرسائل 3. أدوات لحمل الرسائل 4. أدوات للخبر المباشرة أهمية استخدام الوسائل التعليمية في عملتي التعليم والتعلم استخدام الوسائل التعليمية في مجال التعليم والتعلم له أهمية كبرى منها الآتي 1. تعمل على توفير وقت وجهد المعلم 2. تتيح المشاركة الإيجابية المتعلمين في العملية التعلم 3. تساعد في رفع مستوى التعليم الفئات الخاصة 4. تجعل المواقف التعليمية أكثر تشويقا وإصارة 5. تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين 6. تقلل من ظهارة اللفظية ومستوى التجريف في المواقف التعليمي 7. تنمي للتجاهات الإيجابية والقيم المرغوبة فيها والآن مع التقويم أجد الطالب حاول إجابة الأسئلة التالية 1. عرف كل من مصادر التعلم الوسائل التعليمية 2. منفرق بين كل من الوسائل التعليمية والوسائل التعليمية 3. منفرق بين كل من المادة العلمية والمادة التعليمية 4. أذكر مزايا استقدام الوسائل التعليمية في عملتي التعليم والتعلم وأشكرك للحزن الاستماع وشكرا